السلام عليكم. أنا اليوم فخور أني أكون متواجد وياكم لأن قبل تقريباً خمس سنوات أنا كنت يالس في نفس المكان. وكنت أحلم أني أستوي رائد أعمال والأنترابونور ناس ما يقولون. وهالفكرة أن أبدأ بزنس بس أنا البزنس اللي بديت فيه كان في مجال التكنولوجيا واليوم أكلمكم كيف أنا استفدت من الحاضنات والمسرعات وكيف خلنا نقول بعطيكم تشيط شيت زين كيف تختصر المسار وتستفيد ومن خبرتي أنا كمدير تطوير المشاريع في مركز الشارقة لرياضة الأعمال بتشوفون كيف نحن نأخذ الشباب وندربهم ويصلون وما يصلون. بس أنا أبا لنا من الصبح وأنا أشوف أشوف المتحدثين صراحة وويد استانس ليش لأن الدكتور أديب محمد القاضي الأخت موزة من صندوق خليفة هذين الناس اللي كانوا لما أنا كنت طالب في معهد مصدر ساعدوني واليوم لما شفتهم مني وأقول أنا قبل خمس سنوات أربع سنوات كنت أواجه مشاكلهم اللي ساعدوني. والله أني فخور فخور أني أكون موجود وبعدين لما بدنا ما كانت مجموعات ما شاء الله لي اليوم أني قبل كنا ستة أشخاص في الجامعة أبا أبدأ مشروع الدكتور يتحراني مينون زين وشوي شوي ها يلا نمشي نمشي صندوق خليفة تعالي شون سوي في هذا رأي تكنولوجيا نحن ما ندعم شون سوفي أسسوا خليفة انوفيشن سنتر وعطونا الدعم وخلونا نطور من نفسنا التدريبات اللي كنا نأخذها هذه أشياء أنا شوي شوي أنا قبل ما قبل ما يكون في مؤتمرات مال الانتروبنورشيب وهذه الأشياء كنت سافر بره علشان أتشرج البطارية موتيفيشن نفسي يقولون موتيفيشن موتيفيشن باتري أسير سافرت إلى سنتر الأمريكا في دولة حد سامعا قواتمالا ما في حد في بعض نزين وصلت لهناك على الشياء انتروبنورشيب يقولون من وين أنت والله من الإمارات تعرفوا ما يعرفون الإمارات كذا ها 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 المهم واستمرت أروح أتشرج البطارية كل سنة في السنة أصبح مرة تشرج البطارية ورد فول موتيفيشن أرد وبعدين شو أشتغل على مشروعي اشتغلت على مشروع لو سمعت عنه اللي هو سمونا جملتك اللي هو جهاز ستبع الأبل جمال جمال صبقات الأبل يمكن بعضكم سمع عنه ولأني أنا واجهت صعوبات أبغيت أساعد الشباب علشان يطورون مشاريعهم في نطاقة تكنولوجيا وبعدين مع الأيام طلعت من الدوام اتخرجت ومسرت بعدين دخلت مركز الشراع لأني أنا شفت أن هذا المركز يوفر الكثير من الدعم حتى يعني نوقف مع الرائد الأعمال يريد لو هو يريد يشتغل لأن مرات عندي في فكرة وهذا بس يعني نصنص بس نحن اللي يريد يشتغل معانا ناخذ لآخر درجة وبعدين بتكلم عن الماين ست بس خلنا ندخل في البرزنتيشن أول شيء بتكلم عنه هو نفس ما تعرفون أنا أخذ هذا مثال بسيط لرياضة الأعمال أيام الأجداد وحتى محمد القاضي تكلم عن هذا الموضوع عن زمان أجدادنا كانوا يصدون اللولو ويروحون للسوق ويبيعون بسيطين يبون ويسوون واتطورنا ودخلنا في شو التجار اللي تشوفونهم اليوم أنهم داخلين في بزنس نفس الفطيم وما ذلك بعدين حين نحن وصلنا في عالم التكنولوجيا وعالم التكنولوجيا في رواد أعمال طلعوا ناس ما تقولون فيسبوك سناب شات كل هذه الشركات الكبيرة طورت شباب شبابهم خرجين وطلعوا أنا قلت سنة الفين وثلاث عش قلت ليش مبأنا ليش هم يعني نحن ما نقدر ودخلت دخلت معهد مصدر سويت الماستر مالي تخرجت مهندس وكملت المسار وصلت ودخلت إنكيبيترز ودخلونا الدكتور أديب هو أول مسرعة تحت صندوق خليفة ودائرة التنمية الاقتصادية وطورت المشروع ومشيت معه المهم بكمل السالفة الأشياء اللي الناس تسألني أكثر شيء أنا كمدير تطوير المشاريع واخذ الشباب والبنات من فكرة إلى مشروع في السوق هي السؤال هو كيف أبدأ كل واحد يسألني كيف أبدأ كيف أبدأ سوأنا حطيت بعض الأشياء اللي أنت تقدر تبدأ منها اللي هي هذه الثلاثة بداية النقطة هي حل مشكلة أنا لما يأتي صرت للجمال مبني أنا أحب الجمال وكذا أوكي هو أنا من المنطقة اللي كنت ساكم فيها الوثبة لو تعرفونها فابو ظبي فيها الإيكو سيستم ناس ما يقولون للجمال وأنا شفت أن هذين الناس أحس أن كمهندس أنا أقدر أطور هالمشكلة طورت الجهاز دهاج تتبع أني أخذ المعلومات وحللها الناس ما يقولون الحين عالم الديتا أحللها وطلع فاليو للكستمر ونحن اليوم كرواد عمال نشوف المشكلة ونطلع فاليو ومن الفاليو نطلع اللي هو الأرباح والبروفيت حلل مشكلة فجوة في السوق نفسه في شيء أنت شفت أنا اليوم لدرجة لأن تفكيري كراءة عمال دوم أشوف مشاكل ولما أشوف مشكلة أشوف مشكلة هنا أقول والله لو عندي وقت مزين بحلل مشكلة بس والله ما عندي واليوم أشوف الشباب يقولوا والله أنا ما عندي شسمة المشاكل كل مكان واللي يبي يحل المشاكل يقدر يحل المشاكل ويطلع منها فلوس سوح المشكلة هذه أول نقطة النقطة الثانية الشغف والاحتمام هذا شيء أنا مرات أقوم الساعة ثلاثة في الليل أفتش اللابتوب وأشتغل الحرمة تقوم تقولي شو تسوي أنت أقول لها شيء في مخي يالس أشتغل عليه زي ما تفهم بس أنا لو يعني شيء في مخي ما أقدر أنا دوم أشتغل أدور أسوي ريسورج الحين نحن عندنا العالم كله جوجل الريسورج كله موجود هناك أي شيء في الدنيا موجود أي شيء تبدور عليه تحصله في جوجل والريسورج ومادر شو أنا أدخل في أيام الجامعة كنت أدخل في الريسورج ودور وكذا وكذا وأشوف البزنس اللي موجودات بره وهذا وأقارن هذا كله ماركتس ريسورج هذا مهم ولازم يكون فيه شغف يعني مبنى اليوم والله في مشكلة بس أنا ما عندي لا اهتمام ولا شيء ما في فايدة النقطة الثالثة هي رؤية في المستقبل الشخص يشوف أن هل هذا البزنس بينفع ولا لا أنا لما دخلت في الديتا أول ما دخلت نسمى نسمى هنري فورد شو قال قال إن إذا أسأل الناس ما يريدون لقد قلت فارسة هرسة زين لو أنا سألت أنا شو يبون وكان يخترع السيارة قال لو سألتهم شو يبون كانوا بيقولون نحنا نبا خيول سريع وانا لما سرت عند الجماعة مارتشاب قالوا لي نحنا نبا روبوت مطور وقلت أوكي سرت وطورت لما طورت طورت وعطيتهم الجهاز قالوا لا وكذا ولا نحنا مرتاحين كيف صار في فلوس نحنا رجعت وراء وقلت شو اللي يحتاجون هذين هذين ما يعرفون هم يعرفون والله أنا أفوز بالريس سرت وحضت حساباتي وقلت لنا نحنا نبا ديتا نجمع المعلومات وقد نجمع المعرفة وحضت حساباتي وحضت حساباتي وحضت الحسابات وحضت حساباتي المرحلة المراحل اللي اللي أنا كا يمكن هي غير شوية بس كرائد أعمال في التكنولوجيا حتى مش تكنولوجيا في أي شيء أنه أول شيء هي مرحلة شو الفكر أنا أقول تقريبا ثلاث شهور لا تستعيل اليوم الشباب شو والله نبا نبا بزنس تعالوا شباب بنفتح بزنس بعدين يقول لك شو وين المكتب نبا المكتب وين قبل ما تفكر المكتب لازم يكون أول شيء ماركت ريسيرج نعني نستعيل حتى يقولون أن رائد الأعمال أول شيء ينقذ على شو على يقفز لل للنسيت الكلمة يرح يقفز للسلوشن قبل البروblem حتى أينشتاين قال قال أنا أحضر أكثر من الوقت في شو في البروblem ادنسي ما هي المشكلة ما هي المشكلة بالضبط وبعدين أذهب للسلوشن لأن أنا لو أقوم بلان حق المشكلة هذه بعدين أذهب للأول شيء ثلاث شهور أنا حتى نحن في شراع وبعدين بشرح لكم بعد أن شو نركز في المشكلة نفسها وشو المشكلة اللي يعني أنفك وين المشكلة ونعالجها كيف وكذا بعدين استكشاف السوق هو استكشاف السوق نسمي قولون اللي هو ماركت ريسيرج أنا صراحة هذا أهم أهم شيء واستكشاف السوق لأنه نسمي أقول واحد داخل السوق ولا يعرف شو السالفة ويقول والله بمشي ليش لأنه والله فلان سوى ولازم يمشي تقييم دراسة الفكرة الفكرة بالضبط نفسها وبعدين اليوم أنا لما أبدأ بفكرة نحن لما بدأنا فكرة هذه يسمونها بس بعد سنة من تطوير هذه الفكرة يمكن أصلا فكرتك هذه اللي بدأت فيها في الكوفي شوب ولا ما اسمه خلاص صراحة لمرحلة ثانية من الماركت ريسيرج نفسه سوى الماركت ريسيرج يستمر بس أنا أقول أعطيها تقريبا ثلاث شهور مقابلة الزبائن هذه شيء مهم للناس تنشل كستمر الشخص أنا صرت للمال جمال صرت عندهم لقيت مع ثلاثين شخص أسأل هذا يقول لي كذا هذا بعدين الأسئلة التي أنا أسألها مو والله مثلا أنا أصير عند الوالد الوالد أنا عندي هذا الجهاز شو رايج فيه أحكيد الوالد بدقول أي حلو والله شو رايكم زين أسأل الناس اللي في الاندستري نفسه تسألون تشوفون شو هذا هم أصلا بيعطون بيعطونكم أجوبة أنتو بروحكم بتنصدمون أنكم ما فكرت فيها المرحلة الثانية هي المنتج مرحلة المنتج أنا أتكلم أو هذا الشيء أنا دوماً صح رواد الأعمال لأنه يغلطون هالغلطة ماذا يفعلون يشتغل على البرودكت زين وينسى البيزنس كامل هو أنا لما أتكلم عن المنتج أتكلم عن المنتج هذا الصغير هذا جزء من الشركة الكبيرة أنت لما تبدأ البيزنس تبدأ تباراد عمال تبال بزنس هذا جزء من السيستم كامل هنا بناء المنتج وإدارته نحن قبل على فكرة نحن شطار في شو في نروح نيب ستانفورد ونيبهم عندنا وتعال نغير المنهج ونسوي وكذا 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 ولكن هناك شيء اسمه لوكلايزين نحن لما كنا في شراع كنا لو تعرفون بزنس مودل كامفاس ومدرشو كذا وكذا بعدين نحن اكتشفنا أن نحن شعب زين يعني في أشياء لازم يباني لشوية نفهمها عدد ما فعلنا قلنا نبني في شيء اسمه موضوع اليوم أنا كيف أقدر أطور هالجهاز لين ما يوصل بعدين أنا كشخص في التكنولوجيا بسوي شيء بس أتحررنا أنا أكي هذا البزنس مودل بيشتغل وكذا وخلاصنا هذا والفيتشيرز هذا بحط هذا بحط هذا بحط هذا وخلاص لا حبيبي في منجمنت في في قول تحط نحن أن أن ندرس وندرب رواد العمال أنه هاو تو مانجن مانج بروديكت أن مانج يون كمبني أختبار المنتج أعطيكم مثال لأنني أنا يعني المشروع مالي أشتغل فيه بهال يعني كيف أول شيء أبني الجهاز حتى لو بروتو تايب بعدين أروح للسوق واختبره أختبره أعطيه مثلا لثلاث أشخاص يشتغلون عليه ويطورونه أقصد يستخدمونه ولما يستخدمونه هم يعطوني في باك في باك هذا أنا أخذ وشو أطور من جهازي قبل ما روح حصين ولا روح ولا أعطيه في أب شركة تطوير البرامج عشان يسوي لي شيء أنا ما أبالأ نأخذ نسوي تس بسيط نروح نختبره نعطيهم إياه بعدين هم يعطوني الفيدباك هالفيدباك نحن نتعلم منه أكثر رواد الأعمال أنا شباب يوني ها سعيد أنا عندي مشروع كذا 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 حلو من زين وبعدين يقول لي والله ما رأيك أقول والله الفكرة حلوة بس يعني أنت يالس تسأل الشخص الغير مناصم كيف أنت مدير تطوير المشاريع أقول لي حبيبي أنت عندك السوق كله كل السوق روح اختبر المشروع مالك روح اختبر شوف الزبان شو يقولوا لك مبنى اللي باشتري ترى أنت عندك فأه أنا صح انصحك وارشدك وهالشي بس أنت لازم تروح تسوي تست للماركت علشان تشوف ولو في إقبال تروح وتسوي أتطور من المشروع تطوير خطة العمل هو البيزنس بلان ولا البيزنس مودل كامبس وأنا أقول كل هذا البيزنس مودل كامبس هذا أحسن شيء أنا شفته في جسم لأن هذا سمري ما يعرف أنه يكتب يكتب يسجل عنده بيزنس مودل بلان بيزنس مودل كامبس سوري بيزنس مودل كامبس فالي بروبسيشن كامبس هذا سمري للبزنس مالك كامل يلخص لك كل شيء بدل ما تشتغل على فورتي بيج بزنس بلان هذا الدوكيمنت يساعدك في هذا الشيء مرحلة السوق نحن قبل قبل يومين يانا واحد عند شركة نطورها ويا ينه ويقول أن أنا متوهج عندي كومبتترز وعندي شسمة وما أعرف شو أسوي بالشركة ما أقدر النمو ما أقدر خلاص يعني ما أقدر كيف تقدرون تساعدوني هذه الفترة يكون فيها شو النمو الاستراتيجي التطور الإداري استقطاب وجلب شو الاستثمارات لأنه اليوم الماينست حق التكنولوجي أنترابنور غير نحن زمان نس ما قلت فكرت شو صيد اللولو عبائنا يسيرون السوق ويبيعون اللولو في السوق اليوم لازم نكون في تطور وتطور وتطور أن نطور المنتج نطور البزنس على شان في ألف كمبتتر رياليس يتضارب معي وكيف أنا أختلف من الجميع يعني اليوم والله الناس يقول لك والله أنا أقوم بعمل فيسبوك أم لا يقوم بعمل شسمة ولكن عندك هذين الناس بدأوا بفكرة ما يسمونها ابتكارية ولكن الآن عندهم الناس ما يقولون كبير يعني صعب تنافسهم إلا لو طلعت بشي غير أحين الحاظنة أخصصنا عاد الحاظنة أنا حطيت هذه حاظنة لأنه لما أنا بديت شوفوا أنا لما بديت دخلت الحاظنة والمسرعة كنت مهندس المهندس والمهندس عنده تخصص فلاني واللي هو الهندسة بس ناحية البزنس والهاء مش وايد يمكن يفهم من هذا وهنا نفس حاظنة الأطفال لما الولد يحطونه داخل ويعطون الفيتامينات يعطون كل الأبار وهالأشياء الحاظنة نفس المفهوم بحاظنة رواد الأعمال ولا رياضة الأعمال أن نحن ندخل شخص داخل ونعطيه ماركتنج ونعطيه بزنس كيف يتكلم عن الناس الكنيكشن على شان كذين أقول لكم أن هذه الحاظنة من أهم للشباب اللي يبدأون البزنس لأنه أنا فاهم مختص في شيء فلاني بس أطور الأشياء الثانية أنا أذكر أنا قبل عشر سنوات كنت أشتغل في دو لما كنت ونا لو اللي يدوموني يمكن يفهمون عليه لما كنت في دو أول ما أسست الشركة وظفوني مهندس كنت صغير يعني تخرج من الكلية وكنت تحرّه أن نحن قسم التكنولوجيا أهم قسم والباقي ما ينفع ونحن اللي نسوي كل شيء لا حبيبي أنت كأنك هذا أنا كأني شو كأني مكينة في نصف في نصف الشعرع لأن المكينة ما بتمشي بس البيزنس كامل يمشي مع بعض ما رأيكم التواير الدزاين كل هذا على شان كذين نحن شو نسوي نحطك في الحاظنة ونعطيك الأدوية اللي أنت تحتاجها لشان تستوي رائد أعمال لشان كذي لي أنا وفوق هذا أنا ما سرت وقلت والله أنا بفتح أوفيس وبروح وبسوي ديزاين وكذا وكذا لا أوفر بيزات يحسن لي وأصرفها على المنتج اللي عندي وخلهم هم يأخذون الأوفيس سبيس وهذا الشيء سأنا بدخل على الموضوع نفسه الحاضنة أول شيء البيئة البيئة الناس اللي انت معاهم أنا رائد أعمال والثاني هذا انتروبونور وهذا الثاني وهذا المهندس وهذه الناس كلهم في سقف واحد كلهم يلسون مع بعض والأفكار سمعت عن في مثل يقول يو هؤلاء البيئة 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 مهمة يعني لو لي لست مع حرامية تفكر نفس الحرامية لو يلس مع شطار بتفكر نفس الشطار نفس الشيء في البيئة البيئة مهمة أنا كان عندي كان كان عندي واحد من ربع زين ربع من أيام المدارس كل ما تصل في يقول لي يا أخي شو رأيك في الفكرة لا يا ريال ما ينفع هذا يا لسو تضيع وقتك والله شو رأيك ولا فلان بن فلان ما شاء الله استوى وزير وهذا ولد فلان كذلك يا عمي نكتف لوك باي باي يلس مع الناس اللي في أصدقاء أصدقاء أنا عندي ربع أصدقاء الطفولة عندي أصدقاء البزنس عندي أصدقاء عدة وكل واحد لم تتيب مع بعض ما أصلا ما تمشي لازم كل واحد عنده سو الحاضنة تعطيك البيئة التدريب الورشات هذه الورشات والتدريب مهمة ليش لأن الأشياء التي أنت تحتاجها أنا ضعيف في الماركتنج بروح أشوف ماركتنج في شيء اسمه كروث حاكين الحين نحنا دخلنا في هذا الكروث حاكين نشو أن أنت كيف تراءد أعمال في التكنولوجيا كيف أنت تتيب الكاستمرز كيف أنت تدور على الكاستمرز كيف التشنلز اللي تسحبهم أنت الكاستمر جيرني كيف يجب الكاستمر هذا أصلا لازم ترسمه نحن اليوم أوكي والله هذا عطر حلو بس ما تعرف من من وين بيجب الكاستمر كيف تتسوقها هنا تدريبات هذا واحد من الثاني نحن تدريب اللي هو ورشة يسمها برودكت مانيجمينت كيف تدريب الرودكت مانيجمين نصحه لرشاد نحن نريب منترز عندنا في شراع منترز ومن بره في ناس مجربين قبل ولا ناس عندهم خبرة في السوق ناس فاهمة في هذا المواضيع هذه لا يختصرون الدرب أنا أعطيكم مثال نحن اليوم أكثر الدول تستوي نفس سيليكون فالي وكذا وهذا وأمريكا وطالعين نازلين وهذا ونبن نسوي كوبي بيست بداية رياضة أعمال خاصة في في سيليكون فالي لما أنا سمعت القصة أول ما بدوا كيف بدوا الجماعة بدوا خمس أشخاص خمسة قالوا بنبدأ الشركة بدوا بالشركة ومشوا ما توفقوا طلعوا هاي الخمسة طلعوا وراحوا وين تفرقوا كل واحد دخل ستارت أب ثاني من هذين الخمسة هاي الخمس شركات دخلوا تفرقوا مرة ثانية استوق كم خلنا نقول عشرة وتفرقوا الحين عندك شوف الخبرة هذه أنا كنت طالب جامعة خبرة سنتين مع شركة ما توفقت أنا الحين بدخل شركة ثانية لما أدخل الشركة الثانية أنا عندي خبرة سنتين أنا بقول لهم الأشياء هي اللي أنا سويتها غلط زين علشان هم ما يغلطون نفس نفسها عشان شيني المنترز الناس اللي يدخلون في ستارت مع خبرة وعشان كذي سلكم فالي بسرعة شو توفقوا مش والله خلاص أنت نجحت تنتفع شل وخلاص وحياتك راحت ولازم تدفع لأ لازم تسعى وتجرب لأنه من الفيلير الشخص يتعلم ونفس ما يقول لك درز نو فيلير درز عنلي لرني وانا هذا اللي أنا هذه السياسة اللي أنا مشي عليها أن كل شيء والله تعالي هذا أنا تعلمت هذه المرة ثانية بسوي كذا دخول السوق دخول السوق نفس ما قلت قبل أن نحن نساعد الشركات الحاضنات تساعد الشركات دخول السوق مثلا نحن في شركة اسمها بلوفين شركة شتسوي عندهم روبوت وينظفون البحيرات في الشارجة نحن دخلوا البروغرام ساعدناهم وطوروا من المشروع بعدين سونا لهم كنكش مع بيئة بيئة الحين شغالين وياهم علشان يطورون المشروع علشان يبيعون الأجهزة لهم هذا دخول السوق مهم وحتى في تبي فبوظبي هم يساعدون الشباب في شبابيون عندنا يقولون والله نحن نبقى ندخل على طول للشرق الفلانين كلنا نطور بوي هدي 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 خلنا نشوف شو نقيم المشروع بعدين بنساعدك الحين دراسة السوق هو نفسه تقريبا أن أنت تدرس نسما قلت تنزل المنتج نسما يقولون بري لونج شوية خفيف تستنج فرجن زين نسوي هذا نسوي تست لمجموعة معينة يعطونا فيدباك وبعدين ندخل كذي كذي ندرس والاستثمار الاستثمار هذا شيء مهم لأن نفس الأخ محمد القاضي قال أننا نحن دوم نقول شو الحكومة بتسوي لنا شو الحكومة كذا وشو الحكومة أنت تطور من عمرك بعدين لما شو أنت في مسارك كذا حصلت فلوس خذ لو ما حصلت مشي سيدة وطور وطور وإن شاء الله يطلع أنا أقول لكم نحن دربنا رواد الأعمال شباب بدوا من أفكار طور مشاريعهم بدون ما يدفعون فلس كيف تدربنا في في الايديا لاب دخل سوى علمنا كيف يفعل ماركت ريسيرش كيف يفعل برزنتيشن كيف يتكلم دخلوا دخلوا مسابقات وفازوا المسابقات ونحن تقريبا نسبة تقريبا ثمانين لتسعين بالمئة اللي عندنا يفزون المسابقات ويستمرون في شركاتهم بنفسهم بالفلوس اللي فازوها بالمسابقات في فلوس يا شباب في مسابقات في فلوس الفكرة الحلوة والمدروسة عدل هي اللي تطلع حين المسرع المسرع والمسرعات هذا نفس 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 الحاضنات بات ستب وان ستب هاير اليوم أنا دخلت السوق وتوفقت الحمد لله وبدأت بيع في فترة أنا بوصل بها أنه بكون أحتاج إلى نمو نمو في القروث مثلا في الماركتينج كيف أنا أيب زبان مثلا أنا والله هي عندي ألف شخص يشتري المنتج هذا بس ما أقدر أطلع مغرز هني نحن نساعد هذه الشركات أول شيء نفس ما قلت تدريب تدريب ورش هذا اللرنينج والنفا ستوب يعني الشيء الثاني النصح والرشاد نفس الشيء النمو النمو إن الواحد يطلع أوكي كويكلي يلا وبعدين دخول السوق العالمي سوق العالمي إن كيف يكبر من لوكالي إلى إلى سوق العالمي على السريع بس باتكلم عن مركز الشارق لي رياضة الأعمال نحن في الشارجة في أمريكا نيفورسي الشارجة ونساعد رواد الأعمال من البداية إلى النهاية عندنا اللي هو شيء يسمون الكووركينج سبيس إنهم يأسسون شركاتهم يشتغلون نسمها قلت يوفرون وعندنا بعد شو اللي هي الحاضنات والبرامج والنفس لو سمعتوا عن الشارجة أنتربونيشب فستفل بعد علشان ننيب هذه البيئة في تطوير الشباب الشباب والأخوات هذا الفن المالنا أول ما يدخل رائد الأعمال هذه المراحل اللي يمر فيها لين ما يوصل عندنا مختبر الأفكار هو الأفكار أنت تسوي الماركت ريسيرتش وحتى لو أنت مغرز في هذا هذا كمل لين بعدين لما إيه فرصتك أنك تقدم على الحاضنة تدخل الحاضنة الحاضنة في مرحلتين المرحلة الأولى هي بناء المنتج تبني المنتج وتطور نفس ما ذكرت في الأول الثاني هو دخول السوق بعد هذا تروح للسوق وتشتغل وهذا لو طلعت استثمار حصلت استثمار وهذا ماشي لو ما هذا تدخل المسرعة المسرعة نساعدك في النمو بعدين السيريزي نحن في هالستارت أب شو يشتوي نجرب 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 هنا لما نوصل السيريزي المرحلة الأخيرة هي الشركات اللي يفوق السنتين نحن نساعدهم في شو الاستراتيجية في الإدارة في في التطوير اللي هي خلاص اليوم أنا لو بأخذ رائد أعمال أشيله من الشركة الشركة ما تطيح شركة خلاص تمشي وهذه المستثمارين يدورون على هالناس يدورون على ناس أني أنا أشيل السيئو مثلا باع الشركة الشركة تمشي مبخلاص هذا الكلب الكله عند معارف لا هم يبون شركة فيها معين وهنا نحن نساعد رواد الأعمال حين أنا أعطيكم من من الشركات اللي دعمناها وساعدناهم وبدوا من الفنل من مختبر الأفكار لما وصلوا الحين وصلوا للأخد الريم العماري موجودة في هذا زين ريم بدت معانا في شراع وكانت في طالبة في آس وصلت لنا لأجل السيئو مثل طلعت الثاني أظن لي وبعدين مشتها وساعدناها وليوم ريم خلاص دخلت في اللونج فيز ودخلت البزنس عندنا ربا ان الشاش ربا عندها تدريب 3D أطلق التدريب 3D تدريب 30 reinventing فنالتكنولوجيا ربا نفس الشيء تدريبناها من الـ وطورت والحين دخلت بيزنس وتكلم الدباي في تصوير برامج وعندنا هاشم الشريف الزعابي بعد مؤسس شركة ابس بعد موجود هاشم عنده شركة تكنولوجيا في الـ IOT وهو حاليا عنده مونيترينج سيستم حق الثلاجات لوزارة الصحة نفس الشيء بعد بدأ من من هو من أوائل اللي تخرج من شراء هذه الشركات أنا بس حطيت هذي لأننا نفتخر فيهم لأن بدأ وتخرج من من نفس الجامعة وهذا هذين الاثنين هذين يستخدمون في شيء يسمى تك إنابل بزنس تك إنابل أنا أستخدم التكنولوجيا علشان أطوّل أشتغل بالبزنس وهاشم عنده تك بزنس مثلاً أنا البزنس مالي تك بزنس حسناً لذلك هذي لالشباب وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى أن يشوف مجموعة أكبر أن يقدمون عندنا في شراع أو في الحاضنات والمسرعات في الدولة لأن نفسنا ما بدأنا في تعب بس في مردود أكبر وبالتوفيق إن شاء الله واسمحوا لأننا طوّلنا عليكم وشكراً